خلال ساعات قليلة النهاردة هتنطلق منافسات أولمبياد باريس 20-24 في نسختها الثالثة والثلاثين بطبيعة الحال الكل ينتظر هذه المطولة من النقاد الرياضيين ومن صحفين حول العالم لأن المطولة دي يعني متمثل سباق أولمبي عالمي كل الدول متشارك فيه مجموعة كبيرة من العام المطولة دي هتنطلق بدءا من اليوم وحتى يوم 11 من أغسطس المقبل وطبعا مصر هتجني ثمار اهتمامها بالرياضات الفردية بالاتحادات الأولمبية الفردية اللي خصصت لها جزء كبير جدا من اهتمامها النهاردة البعثة الأولمبية هتشارك بأكبر عدد في تاريخها في هذه الأولمبياد البعثة المصرية بتشارك فيه الدورة دي بـ 164 لاعب في 22 لاعبة رياضية مختلفة سواء كانت جماعية أو فردية خلال أولمبياد باريس وده سيكون في واقع 148 لاعب ولعبة أساسيين و16 لاعب احتياطي طبعا النهاردة البعثة المصرية ستفتتح مشوارها في باريس بمواجهة منتخب كرة القدم المصري أمام جمهورية الدومينيكان الساعة السادسة مساء طبعا نتمنى كل التوفيق النهاردة لمنتخبنا الأولمبي لكرة القدم أمام منتخب الدومينيكان بإذن الله النهاردة حيحمل عالم مصر في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 السنية أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد توكيو في الخماسي الحديث وسارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو في رفع الأتقال نتمنى كل التوفيق لكل أبطالنا في الأولمبياد صباحكم زي الفل صباح الخير يا مصر